الاخ روي فيتوريا المدير الفني المنتخب مصر طلع بتصريح غريب جدا انا مش فهمه بصراحة قال بالبلد كده انا ما وعدكمش ان انا اصعد لكاس العالم او ان انا حصل على بطولة كاس المهم الافريقية طب يعمل حاج ازاي هو انت يعني انت عارف انت جاي تدرب مين انت مش عارف ان انت جاي تدرب منتخب مصر اكتر فريق في افريقيا او اكتر منتخب في افريقيا حصل على البطولة ودايما لما بيخش البطولة بينفس عليها ازاي ما توعدناش ان انت تاخد البطولة ازاي الكلام دوت وبعدين احنا المدرب اللي بيجي اهم حاجة عندنا ان احنا نوصل كاس عالم يعني في اول الكلام قاله ده جاي اربع سنين وبيبص على المنتخبات الالومبية اللي عيب اللي عنده 23 سنة بعد اربع سنين هيبقى عنده 27 سنة هيبقى هو دوت الاساس في منتخب مصر بعد اربع سنين والراجل جاي يعمل خطة والراجل جاي يعمل برنامج والراجل جاي يعمل مش عارف ايه وبعدين يقول لي ما وعدكش بكاس امم وما وعدكش بصعود كاس عالم ازاي يعني وبعدين حضرتك انت عارف كاس العالم سنة 2026 هياخده كم منتخب من افريقيا هياخده تسع منتخبات يا باي يعني انا لو ما طلعتش من التسع الاوائل في قرد افريقيا لو ما طلعتش من ضمن التسع الاوائل يبقى نهاري سود لا بصراحة التصريح دوت محتاجين اتحاد الكورة يطلع يرد عليه ويفهمنا ايه الموضوع بالزبط لان احنا مش حقل تجارب بصراحة